هو أولا أنا عندي 85 سنة ربنا يديك صحة 20 شهر بالضبط متجوز بقى لي 53 سنة ما شاء الله كنت عايش في مصر أنا بورسعيدي أصلا لكن كنت عايش أعزب في مصر دينا أصدقاء أتراك توسموا فيي أنه واجب بقى أنك تتجوز لأنك كنت عايش لوحدي وقالولي فيه واحدة موظفة في شركة طيران ستة كويسة ياريت تشوفها أنا قلت شوف إيه وبتاعي لا 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 أنا جواز إيه وبتاعي أنا كده كويس وعايش ملكه وهو إلى آخره الزميلة زميلة مراتي اللي بقت مراتي قالتلي طب أنا أقولك حاجة أنت شفت ستة تقول على ستة تانية أنها أحسن منها قلتلي هلأ طبعا قالتلي اللي أنا بيقولك عليها أحسن مني ألف مرة أنا مش هنسل الحوار يعني فشوفها طب أعمل إيه قالها هتيجي في البيت عندنا وإنت هتيجي في البيت وتتعرفوا ببعض وكده يعني وقعدنا في الزيارة دي وشربنا ما عرفش إيه وحاجات كده وبعدين قالوا نلعب كوتشينة يعني عايز عرف إيه حاجات كده ما علينا يعني لا ما أنا أوز أقول يعني بالضبط أنا أنا بقيتها مسكة الورق بتاع كوتشينة ملخبط ومش مسكة وإلى آخره أنا عادت أتكلم في حياتنا وزي ماشية وإلى آخره هي ما تتكلمش وانتهت القعدة بإنه تاني يوم سألتني الصديقة إيه رأيك بقى في الست دي قلت لها دا أنت جايبالي واحدة ما بتتكلمش ما بتتكلمش أصلا أمت قالت لي دي أحسن واحدة لأنك أنت ما بتسكتش فأنت ما بتسكتش وهي ما بتتكلمش يبقى 100% سليم ويعني قعدت مدة متردد وبعدين طب أنا عايزة أعرف القعدة دي بقى ما أعجبتش بيها ما فيش أي لفتة حصلت منها مثلا قلت لا هي دي اللي تنفعت بأمراض لا أنا اللي لفت نظر فيها هدوءها هدية تماما أو صمتان آه كلامها أوليل أوي صوت واطي حلوى أوي ده آه ويعني محترمة حقيقة يعني بس أنا هجيب واحدة في البيت ما بتتكلمش فهي قالت لي ما أنت ما بتسكتش وأنا فعلا ما بسكتش أنا طول النهار في البيت بعكس فيها يعني لازم حاجة حلوة علاقة جميلة أولي آه آه المهم واتجوزنا وبعد الجواز بحوالي شهر لا سؤال 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 معلش في الفترة دي هل تكونت مشاعر بينك وبين بعض آه خلت هذا الزواج مؤسس على عاطفة هو أنا فاتني حتة فترة الخطوبة آه 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 يعني الخطوة كانت في مارس والزواج كانت في فبراير اللي بعده 11 شهر يعني في المدة دي أنا لقيت إنها ست فاضلة محترمة بتكلم على زملائها تلاقي كله حلو تكلم على العيلة بتكلم ما شفتش منها أبدا حاجة تلفت نظر إنها مشكتش بس حصل حب يعني 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 قلبك دقلها ولا مجرد إن أنا شايفها بعقلي إن هي ست كويسة وتنفع تبقى آه آه شريكة حياتي وهي اللي تبقى معايا طول عمري صح اللي بتقوليه صح أنا ما كنتش حبتها إنما كنت معجب بيها يعني حسيت إن دي الست اللي ممكن أعيش معها لكن الحب الحقيقة بدأ بعد الجواز بعد الجواز هقول حاجة برضو لحبايب اللي قاعدين مرة كده بقول لها اديني كباية المياه آه فجابت لكباية المياه وقالتلي أنا بحكي حصل قالتلي إيه رأيك أنا عندي اقتراح قلتلها إيه؟ قالتلي أنا كل ما هطلب منك حاجة هقولك من فضلك كل ما أطلب منك حاجة هقولك من فضلك فأنا وصلتني الرسالة يعني إذن أنا لازم لما أطلب من حاجة أقول لها من فضلك اعمليني كذا أو من فضلك هسيلي كباية المياه صدقوني الكلمتين دول سحر صدقوني الكلمتين دول سحر هي ست بيت هي برانسيسة بتاع البيت وهو كمان راجل البيت فما منفعش أن احنا نتكلم كده زي ما تكون منكلم حد ف53 سنة لم تتوقف بل احنا نشرناها في العيلة عندنا حتى السائق بتاعي خليته يتعلم زي يقول من فضلك وشكرا 53 سنة من الاحترام المتبادل ولا يمكن مرة أطلب منك حاجة لو أنا نسيت مرة وقلت لها مثلا أنا عايز حاجة فلانية وما قلتش شكرا أنا ما قلتش من فضلك تقولي من فضلك تفكرني من فضلك رائعة يعني أنا دلوقتي بقولها لكل الناس بتحبها قد إيه لا بحبها قد إيه ده يعني أقدره ازاي أطر من نفسي طب ثانية واحدة بقى أنا بس هستسمح حضرتك لحظة واحدة وخلينا نقول ألو 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 طيب مش ما نسمع ليش ممكن تقول ألو ألو زيك يا سامير أنا ما أمي زيك احنا بعين يا جماعة مادام ليلة مرات البشموند السامير قصة الحب اللي بقالها تلاتة وخمسين الله أكبر قبل ما أقول الرقم الله أكبر تلاتة وخمسين بيقولك وحشتين استني يا مروة بقى بيقولك وحشتين يا مادام ليلة لا وأقولك حاجة تانية وأقولك حاجة تانية كل سنة وانت طيبة في عيد الحب أنا ما قلتش الصبح عشان كنت أعمل حسابي أن أعلنها على الهوى أنت حبيبتي وحياتي الله الرومانسية الحلوة الله الرومانسية الحلوة والله الحب الحلو طب جبتوا هدايا البعض ولا أنتوا موضوع الهدايا ما بلاش الإحراج ما بلاش ناب خلاص طب لا أقولك هنا خلي بالك يا بشماندي السامير هنا برضو إيه في فرق هي فرق التقييم إيه أنا أهو لهو زمان أو أول ما اتجوزنا فكان طبعا بنهادي بعض لكن الهدايا كان بتبقى ختم مش عارف إيه غوشة إيه عقد إيه بتاع حاليا وردة وردة جميلة وأقيم كتير أحلى حاجة والله الوردة عشانا لسه جايب لك وردة أنا شفتك دلوقتي شفتك أنا كنت قاعد بقى شفتك إزاي رغم أنها يعني مادية أيو رغم أنها مادية يعني حبيت الوردة ويتفت لها بلاد بس حبيت الوردة والله العظيم مادام ليلة أنت جبتي حاجة للبشبوند السمير في الفالنتاين النهاردة جبته أي هدية أو أي وردة أو أي حاجة؟ لا هو نفسه هديشي الله شفت بقى شفت الشغل العالي بقى الله يا جماعة شغل بقى شغل فنادق ده كلميني على البشبوند السمير يا سمحت يا مادام ليلة ليلة كانت المدير الإداري ريشيرك الـ TWA العالمية للطيران تجيب الإنجلزية والفرنسية واللغة العربية كلمين عن المهند السمير وحبك ليه؟ يعني هو طبعا العشرة مهمة جدا جدا وتخلي الناس يتعاوز على بعض الحياة مع بعض تبقى تجربة الحياة حلوة الحمد لله يعني بس اللي أنا دايما بنصح الشباب بي إن كل واحد تنازل شوية عن طريقته عن كبرياءه عشان الحياة سيمشي يعني الحمد لله إحنا حصل معنا كده يعني الحمد لله مادام ليلة وتاتشوت طبعا ودايما قبل ما بنتكلم عليك وبنقول ما شاء الله بس أنا هسأل سؤال خبيث شوية لما بتتخنقوا مع بعض بعض الشر عنكو يعني بس لما بتتخنقوا ده طبيعي أي تنين بتجاوزين لازم بيتخنقوا أيها مين اللي بيصالح التاني الأول؟ عادة ببقى أنا ليه؟ هي طبيعية هكذا يعني عشان الأمور تمشي يعني وبعد كده هو ما بيستحملش يعني بيصالح على طول هو يعني أقدر أقول إن فيه اتفاق غير معلن بينكو إن انتوا ممكن تتخنقوا وإن الخناء ده مسألة مؤقتة وإنتوا عارفين وإنتوا بتتخنقوا إنها مسألة مؤقتة وبتتصلحوا بعد كده بالضبط كده يعني العملية ما بتاخدش ثواني يعني ثواني؟ لا ما أنا عايز أقوله هو كانت في الأول ممكن تاخد يوم يومين لكن حاليا إحنا نختلف دلوقتي ونتصلح دلوقتي خلاص إحنا بقينا فاهمين بعض إحنا بقينا حتة وحدة ولا دلوقتي وصلتوا يعني من النطج لفكرة إن ما فيش حاجة مستهلة الخناء ده كلام مظبوط أبداً ده كلام مظبوط وأقوله لحبيبي هنا بيع البيعة كلمة بسيطة بيع البيعة إذا اختلفتوا ما فيش مشكلة بيع البيعة هي عايزة حاجة ماشي هي بعد كده هتشعر إنك أنت كنت يعني كريم في تعاملك النتيجة هترجع لك تاني إيجابية جداً للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ijاً